اسرائيل عندها وهم ان مصر قلقانة اسرائيل عندها وهم ان الامور بالنسبة لمصر هتعدي اسرائيل عندها وهم ان العالم في ظهرها وانه كله هيقيد وهيدي مساعدات اسرائيل بلد عيشة في وهم انها خلصت على المقاومة وفاضلت تكة في رفح والحكم يرفع ايد نتنياهو على الحلبة ونتنياهو يلبس الحزاب الدهب ويلفه بيه كل حتة في العالم يعني مش عايز اقول يلفه بيه بأزاي يعني المهم هل التهديد باقتحام رفح مجرد تهديد ولا الكلام بجد هل يعني اللي عايز اقول وهل هو تهديد فيقدر يضغط على حماس فاتسلمه الناس اللي عندها هل حماس بهذه السزاجة ما اعتقدش هل فعلا نتنياهو ما بقاش مسيطر على نفسه وبقى واحد من مئة الف اسرائيلي محتاجين علاج نفسي بعد سبع اكتوبر حسب كلامهم هم ما ليش اجاوب بدل حد لا اجاوب عن مصر ولا اجاوب على العالم انما صعبان علي ان فيه ناس زي نتنياهو بيفكر كده ولسه في العالم فيه مسؤول واحد موافق يتكلم معاه وقابل يقعد ويتناقش وكأنه بيناقش انسان عائل لا وكمان بيحاول يخنعه من حقي اقلق على كم الضحايا اللي هيروحوا في عملية عشوائية وبقى اتكد انها عشوائية من الطريقة البلهاء اللي ماشي بيها الجيش الاسرائيلي في كل محافظات غزة والاكتر انه بيأكد وجود كتائب لحماس في رفح وقالك لازم ندخل نخلص عليهم طب سؤال للجيش الاسرائيلي لو الحمسوية كلهم في رفح مين اللي بيموتكم في خان يونس هي خان يونس خلصت هم عارفين وبيقولوا غلط اننا نسيب خان يونس ونطلع على رفح الدنيا ما هياش ماشية في اتجاه واحد لكن في الحالة بتاعتنا دي احنا بنتكلم على ان المجانين هم اللي بيسودوا اسرائيل هتخلي العالم كله يدفع تمن اوهام هم عاشين فيها